دول مجلس التعاون الخليجي تخفيذ أسعار جميع خدمات التجوال بدءا من أبريل المقبل بمتوسط 40% مع إبقاء رسوم خدمات الرسائل الواردة دون تغيير ومن المتوقع أن يسهم القرار في توفير مليار و137 مليون دولار على مستخدمي التجوال إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة وتقوية روابط المؤسسات الخليجية العامة والخاصة ووفقا للقرار سيعمل فريق مختص على مراقبة الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة من خلال آلية شاملة لجمع البيانات والتأكد من فاعليتها وتوقع مراقبون أن تلجأ شركات الاتصالات الخليجية للتفاوض حيال آلية استقطاع الرسوم حيث لم يحدد القرار الجهة المستقطع له سواء وزارات الاتصالات أو الشركات المشغلة وشهدت السنوات الماضية انخفاضا واضحا في أعداد مستخدمي التجوال حيث يعمد المشتركون إلى استخدام شرائح الشبكات المحلية وخدمات الأنترنت في حين تعتبر تكلفة التجوال بين دول الخليج مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية